مرحبا فيكم أحباء المتابعين كيفكم؟ يا ربي تكونوا بخير أكلتنا لليوم هي أكلت حلو رح نعمل الكريب أو عنا هون منقلوب فان كوخن يلزمنا لهالوصفة بسم الله الرحمن الرحيم أول شي بسم الله على بركة الله عندي هون بيتين بحرارة الغرسة وعندي هون 8 جرام غانيلا وعندي هون نص كوب سكر نخفقهم كثير منيح لحتى يدوب السكر هلأ عندي هون ربع كوب زبدة ندوبتها وعندي هون كلتة ربع كوب حليب بس رح نزل شوي أول شي ونزل بعض منه لطحين تشوف إذا بيحتاج برجع بزيد كمية الحليب عندي هون كوب طحين هلأ العيار الكوب ما بيأثر أي كوب بتبلشوا فيه بتنهو فيه ما بيأثر لأنه هيدا الكيك ما بيأثر كيك المقلات نخلطون كثير منيح وعننا هون رشة ملح نخلطون كثير منيح وعننا هون رشة ملح مع كاكاو خام بقيوا عندي من أكلة حلو تانية يعني كنت عاملة أكلة حلو وبقيوا هون رح ضيف كم معلقة مشكلة الكمية هيدا اختيار اللي بدو بيحط مثلا بيدوي بكريمة سائلة بيحط كريمة سائلة وبيخفق مع الكاكاو خام إذا بيحبو بيفضلو رح ضيف بقيت الكمية للحليب كله يعني ثلاثة ارباع الكوب حليب سائل منخفقهم كتير منيح منخفقهم كتير منيح لنوصل لهيدا القوام وبهيدي الواسفة ما بيحاجة نحط باكين باودر لأنه ما بدنا ييرفخ بنا نعمله بالمقلاية و هلأ هون بدي اشوي ارغيثة الكريب بدون اضافة اي مواد دهنية بدون محط اي مواد دهنية بالمقلاية و ملاحظة بدي اتأكد انه استويت اول ما يلي اول الاسفل انه استوى لحتى اقلبها لأنه اول واحدة عملتها تمزقت معي لذلك تانية بس اكلناها يعني لذيذين كتير هلأ هيدا جيت بدي اقلبها لقيتها بعد ما استويت منيح هون قلبتها و اذا الواحد ما بدو يضيف شوكولات او كاكاو خام هيدا زوق شخصي و هلأ بدنا نكفي باقي الكمية انا اضافت الكاكاو الخام مع الكريمة الخفق ليعطيهم نكهة هلأ هن مش بحاجة بس انا حبيت هيدا اضافة كانوا متواجدين عندي يعني زوق شخصي مثل ما قلت و اذا واحد ما بيرغب ما في داعي اذا طلعت العجينة تقيل شوي يرخيها بشوية حليب انا عندي هون شوكولات سادة دارك شوكولات خام بدون بدون سكر دوبته على الباميري ع حمام البخار و هلأ بدي احشي في الكريب هيدا زوق شخصي كل واحد بيحشي متل ما بيحب متل ما بيفضل انا عائلتي بيحبوا هيك اعملت لهم يعزوهم بس ما كان متوفر عندي الفريز يعني او اضيف ايا مواد ايا فواكه تانية ما بيأثر المهم كتير الازيزين و عجبون كتير و ارجو انه تجربوا هيدا الاكل كتير طيبة الولاد يعني تحليه بتلاقيه دغري اذا الواحد ما عنده شي تحلى دغري بتحلي العيلة الصغار والكبار كله بيحبه يعني مش غلط هلأ عم بتهنا من برا كمان اا بالشوكولات عندي شوكولات بيضة كمان دوابت عالبامري يعني لاتزيين ما حبيت استخدم الاقماع الحلواني قلت هيك يلا اسرع ما بيأثر عندي هيدول كمان شوكولات بيضة دوابتها العالبامري مثل الشوكولات السوداء يعني للعجلة اللي ما استعملت الاقماع هو الاقماع اهيان كيس الحلواني بيقولولو او اقماع الكريمة للتزيين اهيان بالتشكيل بيبقى بس هيك عالسر يعملتون ما بيأثر ان شاء الله يعجبكم وكتير لذيذة كتير طيبين هون عم قطعة يعني كل واحدة اعملت ثلاث قطعة انا ما حشيت كل الكمية يعني الواحد عالطلب عندي شوكولات وعندي هيدا وهون منوصل لنهاية الفيديو وان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم كتير سهلة ولذيذة ارجو انو تعجبكم وارجو انو تعملو شير ولايك وشاركت الفيديو مع الاصدقاء لتعمل فايدة وشكرا كتير لحسن المتابعة وان شاء الله بنشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة واستودعكم الله ومع السلامة اشتركوا في القناة